نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في حلقة صنع الفلوس صنعنا الحلقة الماضية طبعا المطار اللي ما عارف في مشكلة زبالة لكن ما علي بنحلها في وقت لاحق ولكن حاليا كان هذا المكان فاضي وسيد وقرر نكون منطقة بترولية وحطينا قطار لو تذكرون فكان شكل المكان صراحة ملل فقالت بسوي شوي نقية رملية على اساس انه ما عارف من الصحراء قاعدين البترول معرف معظم بترول العالم قاعدين من الصحراء فخلنا نشوف نزيل الحين هذه تم تحديدها كمنطقة صناعية اللي هي الجبال هذي كمناطق بترولية طبعا منطقة البترولية تقع تحت الصناعة هني تقع على هذا المكان وفي البداية اول شي لازم نسوي طبعا اللي هي المنطقة السكنية موالهم وبعدين يفتح لك مجموعة منشآت من يفتح لك منشآت اول شي نحنا شو بنسوي بنمدها بشوارع قار لا ما بمدها بشوارع رملية ملينا من الشوارع الرملية لكن شوارع القار هذي راح تكون شوارع شو الصناعية تشوفونا الشوارع هاي راح تكون شوارع صناعية مثلا هني انا ابقشل الحصاية هاي ولكن شو بسوي بالطريقة هاي نكون شوي سلسين في الموضوع وهني بنحطي لنا بم بترول صغيرون هني وبم بترول صغيرون هني بالطريقة هذي الشارع الصناعي مفروض انه ما يقدر يرجع في نفس الشارع لكن يقدر يرجع هاي مصيب تشوفون الحين بدأ عنا بخ البترول بدأ في المنطقة نفسها من زي الحين هذي فيه مننا شارع اتجاه واحد نحنا عندنا هني شو يا جماعة الخير هني سكت قطارات تذكرون طبعا نحنا شوينا سكت قطارات حلو سكت القطارات هاي راح تتغذى او راح يغذيها منو خلنا نسيب الطريقة هاي بالشكل اساسي المخازن البترولية اللي عنا المخازن البترولية راح تقع على الشارع هذي يعني كقياس انا ما اذكر قياسات 800 فريمية لكن الحين بنستكشف المخازن البترولية راح تغذي منو القطار هني راح يطلعون من هذي المنطقة يحطون بترول في التناكي ويرجعون غير المنطقة البترولية ما راح تغذي فقط منطقة بترولية راح تغذي ايضا لحظة خلنا نسوي شارع سيدة انزل راح تغذي اه اخي هذي الاشياء يوم تطلع لي قرونا نحن راح يغذي المصانع ايضا الشوارع مش شمية في المنطقة بس نحاول نسويها لقدر لمكان نزيل هذي التغذية اللي هني نزيل التناكي وهذا ارضياتها طبعا راح تكون اندستريال اسمنتية اوكي والطريقة هذي نسوي والطريقة هذي راح يكون شوارعها صغر شوي البروش شوارع اسمنتية شوارع اسمنتية راح تكون منطقة اكثر وايد منطقية اكثر انه تم اه ولا تم العمل على هذه المنطقة على اساسا هتكون منطقة بترولية بشكل خاص انزيل جنب الشوارع الرملية انزيل وعندها استياجة وعندها كل شي خاص فيها موجودة هنا انزيل السكن ما لهم براية هم كيفهم انزيل الحين عندنا مصنع واحد فتح اللي هو اويل اسلج اللي هو شو يسوي اويل اسلج من ميكستيك اويل pero efecto انتهو بتروليوم يحاوله لبيترول منزيل هاذي لازم يغذي تشوف الحين هاي المنطقة اللي في الوسط اا لازم تغذي المنطقة بخدمات فصبر خلونا اول شي نحول هذا المنطقة الى حشيش او بنشل منه السبعة ما عظن عندي نفس اللون حشيش منزيل منزيل هاي بتكون خدمات شرطة واشياء ثاني في الوسط بنحتاجها حقه هنين بتكون كثافة عالية. خلنا نشل الشارع اللي هني. الطريقة هاي الرمل فوق مشتحت بنقول اشتغلوا على المكان الجماعة وحولوا الى الحشيات. الشيش الخاص فيهم اللي هو هذا الكراس والروند. المهم يعني انه خربان. مكان بترو شي بيطلع. لكن من فوق بيطلع شوي شكله احلى في تقسيم الوان بالنسبة للمكان. راح يعطينا شوي مظهر راح يبهر الناس اكثر. من النظر الاولى المكان راح يكون شكله وايد احلى. انطريق هذا الشارع بطريقة هاي السيدة. هني. هني راح تكون المصانع. المصانع راح تقع اه مش على شوارع صناعية على اربع شوارع راح تكون. لانه بيكون هني في تناكي ترى على فكرة. يعني. خلنا نوصلها بالطريقة هاي. هني بعدها راح يكون في مخازن. بالطريقة هاي. انت توصلها بالطريقة هاي. شوفونا. هاي راح تكون منطقة صناعية. منطقة صناعية كمبدئيا راح تحتوي على اه. ناتين اندستري اريا. هذي بسيطة. هني هذا اندستري اريا. نزيد الاندستري اريا ما نحني كامل. ما عدا المشكلة. نحن ما نبني بحقول للنفطة هني. التناكي كم تشل? التناكي قاعد خزن من ثنينة بترول فقط. انزيد. الحين. هني راح يكون في تناكي ايضا. يعني لادقوله هني ما يكون في تناكي. هني لازم بيكون في تناكي. لانه انا ابو شي يغذي منه. لحظة. يغذي المنطقة هذي. والطريقة. هذي. الطريقة هذي. والطريقة هذي. انزيد. يغذي المنطقة هاي بشوه? ايضا بالمنتجات النفطية ولا النفط الخام على اساس يبدؤون انتاج الصناعات. اوكي. طبعا هذا بيكون احجر. طريقة هاي خلنا نعادلنا. جيد. هذا في الوسط. هني عندكم. لكن ما بخلي على حالة. لازم عيب هني بعد. ناس تمشي العمال. احساس تقدر. ولا يقدرون العمال يمشون. ولا يمكن واحد من كافية جماعة الخير. هم هم. تبا خلاص. ما يحتاج يمشون. انزيد. ممكن نبدأ ان حطي مصانع بيترو كيميكل اهني مثلا او اهني. مو عندنا مشكلة. بس انا اقول نلتزم بالنص العادية لو هو. حطيها ما صنع. ما صنعين. ثلاثة اكثر. مفروض يكونون اكثر من كفاية. بالنسبة للانتاج البترولي الحالي. المكان راح يكون ترا في وايد اه. خلنا نقول ننزيد. بعيد عن المصانع هني راح تكون المنطقة السكنية. سكنية هني بتكون. ممكنت بقول فخمة بس ما اظن اني بسوي فخمة صراحة لانه بما انا منطقة بترولية. ولكن بتكون منطقة مفروض كثيفة السكان قدر الامكان. عندهم خدمات عالية. وناسة شوية. هذي المناطق في العادة مش خلنا نقول ناسة شوية في العادة. لكن في العادة المستوى السعادة في هاي الاماكن مش آآ كيف اشرح لكم? مش بالقوة اللي انتو ممكن تتخيلونها. مش موظفين يعني يعني عاديين انهم يدومون في ظروف صعبة. ولكن ممكن. ايبو ممكن جدا. ممكن نحطينا هني بعد ماي. ونحطي هني العماير. هم لو ينزلون عماير الترا دنسيتي. يووو. عرفتوا? عمارة عمارتين ثلاثة اربعة. هني عمارة عمارتين ثلاثة اربعة بالطريقة هاي وفي الوسط شوية عماير الشركات بالطريقة هاي. واللي راح يخدم المنطقة هذي. التلوث اظن بيوصل لهم بيوصل لهم هاي المساكين بيكونون مليون عندهم من عند هذا. وبيكون في هني مصانع هني بيكون في حديقة. نزيل. الفكرة الثانية هاي نكملها فعليا عاليا يعني نزيل. فشو بنسوي? بالنيب هايدن ستي منو. هذا ما ينفعني. هذا اكثر من كفاية. حرام الحبيب باك. بوليس ستيشن. نزيل. والبوليس ستيشن لازم شو يكون? اه منطقة شوية شوية. يعني ما فيها الليونة في باقي المناطقين شوية شوية شكلها ناشف تحسون ولكن هي هاي بوحدة من مظاهرها اتصور ان ممكن يكون ناشف والسيفتي فيه هنا معا ما عالي خدمات اكثر مما يحتاجون. اه مناطق في العادة تكون بالطريقة هاي السيفتي ما لها وايد عالي طرح. نزيل. نحطي مطافي اللي كبير يمكن ينحط هني. ونبدأ نحطي حديقة للناس هني في الوسط. يعني هاي بتنشل كمنطقة اندستريال من هني. اوكي. وبني بالبرش الاصغر. اللي هو بنحطي بارك. بصغر الفرشة. زين بالطريقة هاي. هاي راح تكون حديقة المنشأة البترولية منها تفصل بينهم وبين الازعادة بصراحة ما ادري اذا دخلت ان كم دخلت ان كم ولكن بالنسبة لي ما فرقت وايد. مش تورزم طبعا. اه ستي بارك مش حتى حديقة ملاهي. مش منطقي نحطي لهم اي شي ثاني. صراحة تسألوني انا في الواقع. مش منطقي هذا. نحطي لهم ونبدأ نحطي لهم بوابات صغيرة حول الحديقة هاي. واللي هي راح تقابلها بوابات ثانية. منتشرة حول المكان عندهم في المنطقة. واللي هي منها يقدرون روحون الشغل وغيره 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 وعال اغلب ما راح يكون ذا فسلتي عالي. والطريقة هاي. اوكي. بس بالنسبة للمكان اتصور بيكونوا مساعدين وجود حديقة بهذا الحجم في المكان. اذا عندهم عيال في المدارس ولا شيء هنالحين ابعد بيسي بيق. بتصيب مساعدة قصوة يعني. لازم سيب خاص حقهم. وكل شيء خاص حقهم. بالطريقة هاي ونسوي لهم جامعات ونسوي لهم كل شيء. عساس يقدرون يعيشون في المنطقة لنا هاي الدوام هم مش بسهولة خلنا نقول ونبقى ندلعهم شوية. بالطريقة هاي. اي شيء صغير الحين. بس الحديقة ما لهم مش هدفها تكون ضخمة ولا ذات كبير ولا هم يحزنون. حديقة ما لهم سوايا حق يلسة. يبون عيالهم. نعقونهم في الالعاب شوية. ويروحون ولا يقعدون في اليلسات هذي. ويتوكلون على اللبس. ونحط فيها اشجار كثيفة على اساس تنظف لهم شوية جوهم ولا رأتهم من السموم اللي موجوده من الصناعة البترولية. يعني ترى بعد في نهاية اليوم هاي اللي جامون في ظروف قاسية فلازم نقدر هم كيف وضع هم. خلا نحطي لنا اهني. اوكي هني. وننزل البرش سترنج ثلينة من نص ونسوي بوينت. ونبدأ نحطيه بالطريقة هاي. حول الحديقة كامل. وطبعا بيطلع بعضها يابس لانه حق البترول. بالطريقة هاي. هني في مصنع فما ما تهنينا في شير. لكن الفكرة العامة الجماعيون هني سواء تربح ولا تفشل ما عندي مشكلة. وبنحطي لهم مطافي في المكان هذا مقابل آآ صديقنا محطة الشرطة وبني هني بنحطي لحق هذا بعد ثلاث اربع باركنات وبنحطي لهم ممرات هني. مرات رصاصية خلها منطقها مع المكان مع شوية شجر مزروع بنية يعني يعني يعرف انه زراعة حق المكان هذا. مممم مكان آآ اول شي انا حطيت هني شو فاير ستيشن ورديت حطيت هني شو فاير ستيشن. فعافي علي الصراحة. بوليس ديبارتمنت ايوة الحين عادل. هذا الحين بوليس ديبارتمنت. استبع عندهم شرطة استبع عندهم اشياء. هني نقدر نحط شو مدرسة اللي هي آآ هاي كباسيتي لمنتري. كم شعرها? ستة وعشرين الف. تقنينا ما عندي ستة وعشرين الف. في شي غلطة يا ستة اخلطنا عشر الف دقيقة. انا كم قاعد اصرف? زين بنحطي لهم هاي كباسيتي سكول. آآ ما نوس ما تحتاج توصل اكثر اصلا. جنب مركز الشرطة ولا بالجانب هذا? بالجانب هذا. زين. وهذا بعد نفس الشيء. آآ حق المدرسون والمدرسات. خلنا نشوف هذا كم ناخذ مساحة زين ديش ما احطي واحد من هذا. حطي واحد من هذا عنده. بنوره بنوره. ثاني يعني. وايت باركنات يا جماعة. اعرف بنضرب عن اخر شي على البركنات. طريقة هاي استوى عنا مدرسة ابتدائية. طبعا نفس الشي يمشي على ثانوية. بس الثانوية مش ممكن احتاجها هني يا نحن. آآ ما اتصور شبه ابدا ما احتاجها هني. بس آآ طبعا محتاجين نحن نزيد الدخل. زيادة الدخل عن طريق شو? نحن عندنا هني يعني منطقة تصديرية ممكنة. لو هو القطار. وعندنا مناطق الدخول والخروج آآ منوعة ما بين واحد آآ اثنين مكانين. والدوار اللي ودي المدينة نفسها. ولكن ما شبوك بجسر ضخم على مخرج الهايوي الثاني. هذا شو معنى? هذا معنى اني انا اقدر نظريا اذا المنطقة البترولية مالي احولها الى شو? يبالي ازيد الانتاج. على اساس اقدر اوصل لها لفل تو. اذا وصلت لها لفل تو كم راح يسوي لنكملها? وايد. سمحولي عادة لازم نشرب شي نبل الريج. نزين? وهني راح نمد الشارع الصناعي معنى. نزلي اماكن ثانية. انا راح يكون عندي شارع صناعي معنى. شارع صناعي من آآ هني المكان ما مو بسياحي شوي يعني اني انا. نزين? بالطريقة هذي. على اساس انه يعني المكان اصلا كان موجود يعني نزيل. والحين نبدأ ان نحطينا بتر بترولين ثلاثة اربعة افة اشلة حصائم هناك. يو الو الى وهيل بيشتغلون بيدخلون فلوس. الحين اذا هايل مفروض انهم سووا آآ شوية اثر يعني في المكان. نزين? والحين نبدأ. بس خلنا شوي. ما نلتزم بشكل الترين. نزين. الحين هذا مفروض بدأ بيبدأ المنطقة هاي تطلع فلوس وتبدأ تتطور. هاللي كنت قاعد اقول لها نزين. تطور المنطقة هاي معناه فتح مناطق جديدة. الحين المطار فتح لنا شي يديد. نزين براكس اللي هي سكنات مالهم. السكنات مالهم راح نحطيها طبعا بشكل اساسي جدا. عد مركز الشرطة احس هني مكان جيد بعد فراغ. بعد فراغ. اوكي. وهي بينهم وبين المدينة ممشى. بينهم بين مدينة ممشى. ان شاء الله الموسي مكان صح اليوم. نزين واني بينهم بين المدينة ممشى بالطريقة هاي. وهي اللي يقدرون يمشون للمدارس وغيرها نقدر نحطي خطوط مش هاي اذا انا بس ما احس اني في حاجة اني اضيف الى خطوط مش هاي وهني نقدر نحطي حاليا الهاي سكول وللمدرسة الثانوية المدرسة الثانوية. راح يكون عندها شو? طبعا مواقف مواقف المدارسة الثانوية بالطريقة هاي اه اوكي ما اقدر حظي هاي. هاي تاخذ مساحة اكثر مما توقعت هذي. بس اظنى عادي كفاية. اكثر مكفاية. عندهم ما باركنات الدنيا. بس هذي هذي ما يفق. هاي لازم اه اشل البراش اعطيه شويش سايز. واخليه حشيش. اعطيه بس اكل الحديقة مش حلو صراحي. بالطريقة هاي. عدل هني بس بصناعات اللي موجودة بس عادي اسمى الصناعات ما اقدر اسوي في شي بس اقدر اسوي شي ثاني. اختصار بالطريقة هاي. ونحطي بعض المصانع نشلها من هنا نخلي هناك بس مخازن نحطي مصانع مصنع مصنعين ثلاثة نحطيهم بعيد عن المكان اللي هنا فهني بس استوى أماكن تخزينية لأكثر الأقل نظريا مفروض مفروض خلنا يتأكد أنهم ما يصدرون تلوث هي صحيح ما يصدرون تلوث تلوث كان يهي من هاي مع الوقت الأرض بنت تنظف والتناكي موجودة مع دناي مشاكل ننزل هاي المنطقة بعد تصلح السكنية كثيفة بس حاليا ما راح أحطي فيها شي عندهم مفروض كل يحتاجون على أساس ينمون ويحتاجون كل الوظائف بس الفكرة الحين بدأنا بالامتداد في المناطق البترولية مفروض هنا في الانكم يبدأ يسوي لنا عندنا المنطقة المنطقة الصناعية هنا يتقسم إلى مجموعة صناعات شوفوا المنطقة البترولية اللي حين قاعد تمشي حاليا في خسارة بس ما عندنا المضخات الضخمة اللي تولع التصدير الحين لو أيب مضخات ضخمة تولع شوي عالم التصدير عندي راح يتغير شوي الموال بس الحين اللي شال لني صراحة المزارع ترى من أول الجيم شوف زع كم دخل ها نطل البترول نقدر ندخل ملايين ترى من ورى البترول هنزين في حال بغينا نمد المصانع البترولية نقدر نركب الدرل الصغير عند الجماعة اللي هني عندهم درل ثاني فوق ونقدر نمرر الشارع من أماكن ثانية بشكل أنفاق بشكل هذا بس بشكل عام الدرلات راح تكون في أماكن نفس هذه على الأغلب بالطريقة يمكن ما أبقى أكسر شيء نجينا هيدا ما أبقى أكسره خلنا نقلها هني وأركب منطقتين بتروليات هني على أساس أنهم يصيرون تحت الحصى ويطلعون هاي المفروض يكونون كفاية بخ بترول طيب طرعه مش شوية هذي المفروض يبخون بترولي يعني مش إن آآ زينة حتى هني يقدرون يبخون بترول إذا نضيف هني منطقة صغيرة آآ رودسايد 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 مكان عوي عوي وايد هني ممكن أركبه بس ما عندي فلو كم يباله الثنع عشر الف الثنع عشر الف يعني أستوي عندي فلوس بالطريقة هذي صار عندنا مكان صنع جدا هاي المفروض ترك فاية أنا ما أحتاج فعليا كميات أضخم من هاي لعساس أني أبدأ بناء بشكل فعلي آآ بس أقدر آآ هذا المكان يبقى لتعديل تعديل جدي يعني جداً أنا ممكن تعدى المكان وانتبهت خلنا نسوي الدوار على الأقل بالطريقة هاي ونرد نسوي له سموت عساس يبين لو أن الدوار مش سيدة يبين على الأقل شوي عندنا سيدة يعني منزل آآ أيها الرابع أيها الرابع أيها الرابع نقدر نحطي مصانع بالطريقة هاي شوي عوية لكن آآ أحس عادي ما أحس أني أبقى أسوي شي يا أخي آآ سيدة ما أحس أحس المنطقة هاي نفس ما هاي زينة صراحة جيدة جداً إلى ممتازة حتى مش بس جيدة جداً حاط مستشفى صح لا مطافي هذا أوكي محتاج أحطي سموتوريوم اللي هي المقبرة حق الناس بالطريقة هاي في زاوية هني بتكون نوعاً ما أضطف فنحطي هاي خدمة النقل خدمة النقل حقهم بالطريقة هذي مش سيئة جداً بس شو الفكرة أنا هني ما أقدر أحط الإدار لأنه ما عندي المد لكن في الوضع الطبيعي لازم هذا يكون له شورلين ولا يكون بحر في نوع عديدة بس ما أقدر أحطي لها سب فبخلي بالطريقة هاي على أغلب خلي الشارع هناك على الزاوية على شفاحة فرياني ننزيل بخصوص الصناعة نفسها مالنا نحن الكروتويل قلنا ما بنحطي قلنانا بنحطي المصانع المصانع شو فتحت عننا هذا أرد يحطيناه أوكي بس الحين فتاح عننا اللي هو كراكين بروس بيسيكس بوليمر والسوالف ينتج لنا أشياء معينة غوم بوليمر وربعة هاي الممكن يحطون الحين كل واحد من هاي أولا أحس يكون فيه تانكي في الوسط لأنه يبس في الزحم على منطقة السكانية شوي ولا ما يحتاج حتى منطقة السكانية جيدة كثافتها جيدة الفاليوم واللاند ما لازم يكون ممتاز لأنه عندي هذا الحديقة العودة الضخمة اللي لسبب من الأسباب قاعد تطلع فلوس ما عاره وين يتمشون على الأقل عندهم مكان يتمشون فيه حديقة بوايد أساسية ما فيها أي شيء ما عادة يلسه بس أحس شكلها حلو ضبط على المكان القطار ما أعرف متى فعاليته صراحة للحين بس أشوف شاحنة يتي يعني هل يعبي شيء القطار ثنين في المئة ما عندنا فائض إنتاج أظن معظم يروح للمدينة فقاعد يسوي لنا شسمه الحين هذا الدوار كنا مش عدل خلنا نضبط موضوع الدوار الدوار إذا مش مضبط رح يسوي لنا مشاكل لا أوكي أوكي أتصور أنه راح راح يشتغل يعني بس يبوني شويتين فائض إنتاج عندنا فائض إنتاج فبيبدون تصدير هني بعد ممكن نحطي مصانع في اللفة هاي على فكرة بس هم في النهاية قاعدين يشحنون للقطار والقطار قاعد ييه كل فترة ويشل الشحن الزايد كبجت أنا أقدر أشوف أثر البترول صناعات البترولية قوية على المدينة يعني جدا قوي الحين أهني بالذات هذه الفتحة كنت أحطي شركات بس أحسفها كرسية فبحطي الشركات كلها هني عندي مجموعة شركات هني أدري بس منطقة بترولية بنحطي ما بحطي هني خلع شارع هذا فاضي بنحطي هني عندنا فائض عفوا مش فائض مناطق التجارية والعماير التجارية راح تغطينا شوي أشياء طبعا ما هني عندها ثانوية عامة ألف من ألف الطلاب ألف من ألف شو سارفت الثانوية العامة هاي سكول المنتري بالي أحطي اللي هي هاي كباسيتي عندي أماكن حلوة في نصر المدينة أنا هني أقدر أحطي الابتدائية اللي هي ذا استيعابية عالية جدا وأقدر أحطي وحدة هني بالعرض يستوي أفا ما يستوي أقدر أحطي وحدة هني تقدر أضغطي لي احتياج ضخم جدا من المدينة وأقدر أمسح وحدة من هاي مثلا هذي أمسحها وأحطي مكانها اللي هي دا المشكلة حاليا عنا مش أنه دخل شوي بس نحنا قاعدين نصرف وايت فعليا زينا بنحتاج شوي نعلم الناس الثانوية شوي فيها ناكس أروم أبدل الثانوية اللي موجودة هني بهاي كاباسيتي بعد كم سعرها خلني شرب ماي لحظة ثمانية وخمسين ألف الحين هالأشياء تاخذ وقت بس مثل ما قلت لكم مع اساس الواحد يطلع فلوس مزين؟ قبل لا يصرف فلوس محتاج يطلع فلوس إذا عندك صناعة تطلع لك ملايين راح تخليك مرتاح نفسيا الحين صناعتنا هاي هل هي تطلع ملايين؟ موضوع مختلف تماماً هادي المنطقة شو؟ بترولية هني أقدر أحطي صناعية أو هذا حق الصناعات البترولية وأقدر أحول هاي المنطقة لصناعات بترولية فشو بسوي زونينج هني نحطي صناعات بترولية عفوا اه ما سويت زون سوري نسوي زون هني بنحطي هني صناعية ترى الصناعية تلابثها شوي عالية industrial specialization نحطيها بترول وبندفها بشركات تبدأ تستفيد من انتاج النفط العالي اللي عنا وعايشين ولا فعلياً فاتحين عند مصنع تناكي عند تناكي البترول يعني ياخذون بترول قد مويبون تقريباً لأنه عنا فائض من الانتاج طيب قام يعبي شي خلنا نشوف ايوة ثلاث ثلاثين في المية الحينة استوى شوي منطقي اكثر موضوع انتاج الفائض طبعاً هاي اللي بياخذون كمية بعد بيبدؤون بالانتاج بعد بحذ ذاته هاي راح يوفرون علينا التعاب كبير اللي محتاج لنا أنا الحينة احطي هاي لا محتاج احطي هاي سكول مكان هذي وهي هني احطي هاي كباستي هاي سكول بحذ ذاتها ضخمة جداً وطبعاً الحين ممكن نشتري الله هاي المنطقة اللي ناشبه في حياتي بعدها غلب تكون المنطقة الجامعية مكان من هالأماكن بس الاكيد اللي راح يستويه الحين اسيدة شو اني بالشارع هذا المده من هنا لين يا الله هنا الشارع طويل احطي بالطريقة هاي هذا راح يسوي لنا مفروض خدمة عالمية شارع شارع راح يسيد الناس قامت تستعملها شوفوا هذا وين رايح على طول المكان اليدين ليش لنا هاي منطقة صناعية شوفوا شكال الصناعة البترولية ترى غيرها شوفون كلها مصانع بترولية ترى فنانة يعني شي 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 جميل بس في اشياء وايد ترى في اللعبة اضافوها ما كان عندي علم فيها يعني فانصدمت شوي يوم ييد وشفت الاشياء اللي نزلت في سكايلين ننزل الحين هني ممكن عيادة ترى تكفي المكان بس ما احس اني بقى احطي مجرد عيادة اممكن احطي هني مستشفى مشكلة هني هذا المكان بكبرى يباله ماشح لحظة لا تمشون شوحنات هني لا تمشون لا تمشون اوكي لا تمشون اذا بنحطي تناكي بترول انا لو نقلتم كان احسن صح بنحطي تناكي بترول اهني سلوب تو ستيب عادي بس يكفيني هال هالتناكي اللي هني تكفي كم ابا انا انا بايت صدر خلاص عندي فايض براية مشكلة تم ننزل الحين اللي نبا نسوي شو نسوي نبا نحطي اه مستشفى حقهم مستشفى في في ابشنات ان نسوي مستشفى ولكن نبا مستشفى عادي المستشفى العادي هل راح يغطي مفروض يغطي المنطقة كامل مهنية اصلا بدون ادنات مشكلة المفروض المفروض لكن هل راح يغطيها هذا موضوع ثاني حين سعر المستشفى بحد ذاته سبعين الف كان خمسة وستين اه خمسة الف عندي توستويت عندي ما اتكلم هذا بيغطي المنطقة كامل شوفونا هذا بالنيبلة هني نبا نحطي عند المستشفى عند انه مكان بترولي ففي احتمال تستوي حوادث صح فهل احطي هليكوبتر او شي لا ما ينفع احط هليكوبتر او شي صح نخليه نفس ما هو حاليا ونسوي خدمات طبية حق يعني بس هل البلوشن لوين واصل ما ردي يطلع اشوفه مع ان البلوشن راح المفروض هذا يرجع ينمو بس ما رجع ينمو البلوشن لوين يوصل تقريبا البلوشن يوصل لين هني بمنطقة تجارية يعني لو احطي اهني اه عماير سكنية يمكن اندم اوكي بحطي عماير سكنية هني بس بشيلها من هذه المنطقة شو رايكم هذا راح يوفر علينا مجموعة ناس وناس راح تشتغل وراح تدخل لنا انكم اذا تابون تعيشون الناس في راحة لازم يدخلون انكم وعلي طبعا الحين الصناعة عندي على قولتهم اه ثرايفنج نزيل الحين هذا وصل ثري ستار نزيل ثري ستار ثري هني ومحتاج بروديوست ريسورس شوفوا محتاج يسوي بروديوست ريسورس 4500 طبعا احنا ما نحتاج بروديوست ريسورس الضخم لان هذا اكثر من كفاية بس برويكم شكله لان هذا غير هذا الرقل حين هذا بمب بيفرق في الشكل عن الرقل برويكم البمب هاي له هذا كبير اربع عند بعض نفس اربعتي بس وياهم نفس ستور صغير وهذا الرقل الحين هذا من يوصل انتاج 4500 ترى ممكن اطايرة بس ما احسس منه فايدة فعلية اني اطايرة بالطريقة هاي استوى عندنا اويل اندستري بجانب الزراعة قريب من الهايوي شوفوا هايوي ترى قريب عن اوايد وعنده منفذ الى احد معين بس هذا الشارع يباله شل وهذا الشارع يباله تغيير الى اربع مسارات على اساس المكان يعتدل شوفوا الطريقة هاي لان هذا الحين كمخرب على الدوار ترى على فكرة يا الله يا كريم وهي اظنى تقريبا المنطقة البترولية يعني قاعد تنتج وتسوي وخليها شغالة في الوقت اللي شغالة فيها المنطقة البترولية نحن نقدر نعدل فيها عقب تكملاته للمطار ولكن احس محتاجين اشياء مركزية اقوى من مجرد مطار وغيرها محتاجين محتاجين تعديلات جوهرية في المدينة مثلا هذا الشارع تشوفونا محتاج تعديل جوهري الاماكن هاي محتاجة تعديلات ضخمة التقاطعات هذه محتاجة يعني شغل شغل المدينة بعدها محتاجة شغل بس بشكل اساسي حالي اه تمشي تمشي حاليا الى وقت معين بعدين ما رح تمشي فنشوفكم ان شاء الله في الفيديوات قادمة مع مشاريع اكبر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته